اشترك في القناة فالجرس تنبيهات ويلا بينا نبتدي الفيديو كاستنا موجودة في كندا في مدينة تورنتو بتتكلم عن بنت اسمها جينفير بان جينفير ديت كانت واحدة ضحيحة كان دايما بتطلع الاولى بتجيب اعلى الدرجات لغاية في يوم من الايام كان حفلة تكليم للطالبة الاوائل وجينفير بان مطلعتش الاولى لكن تتخيل معاملة اهلها لها ساعتها جينفير حست ان الموضوع مبقاش جايبها مو مبقاش لي لازمة مبقاش لي لازمة ان انت تكمل وطال تتعب عشان تجيب درجات عالية للدرجة نفس السنين اللي بعدها بتتجيب درجات وحشة فطبعا عشان ما تحبتش ابوها امها قررت انها ايه تزور النتيجة وده كان اسوأ حاجة عملتها في حياتها وطبعا بجانب انها كانت بتجذب في موضوع النتيجة ديت كمان كانت مخبية موضوع انها عندها صاحب المهم بوي فرين دوت كان اسمه دانيال اتعرفت عليها هي عندها 16 سنة حصل انها كان عندها زيما كان جات لها ازمة في التنفس ودانيال هو اللي ساعتها انها تتخلص منها فهي ساعتها شافت ان هو لا ده انجس حياتها فتعلقت بيه السبب اللي خلا ما تقولش الاهلاق على موضوع دانيال هو ان هو كان تاجر في المخدرات طبعا فضلت الايام تمشي جينفور تجيب درجات وحشة وتزور النتيجة لغاية ما جات في اخر سنة لها وسقتها طبعا ما تخرجتش من اخر سنة عشان تخش الكلية فما عرفتش تعمل ايه ساعتها بسبب ان صدمة ابوها ومعها تبقى صدمة جامعة فكررت بكل بساطة انها تجذب في الموضوع ده كمان وتقول انها هتخلت كلية والموضوع ماشي عادي في البداية نزلت اشترت قراريس وكتب نزلت اشترت كل حاجة هي محتاجة عشان الجامعة طبعا كان بتقول لها انها هي راحها الجامعة بس كانت بتروح تقود عند صاحبها دانيا لغاية تجيب في يوم الايام قالت لأهلها عشان هي كانت متفوقة انها جالها زي تدريب في مستشفى من المستشفيات فطبعا في يوم الايام ابوها قرر ان هو يوصلها المستشفى ولما راح وصلها المستشفى يسأل على ولقى اصلا ان المستشفى مفيهاش تدريب لما راجع تاني البيت حكيت لهم عن الموضوع دوت وابوها قرر انها مش هتخرج من البيت تاني وقال لها برضو ان السبب من الموضوع دوت هو دانيا هو السبب وراء سقطة فهي كمان ما ينفعش تقابل دانيا تاني وقال لها ان انت لو قابلت دانيا دوت الموضوع هيبقى على جوزتي ودي كانت اسوأ كلمة ممكن تقولها طفلة زي دية لانها فعلا تقررت ان الموضوع هيبقى على جوزتي فكانت بيت قابل روحت قابل دانيا من وراء ابوها وامها فلما قابلت دانيا قالت له على خطة ان هما ينفزوها وهي انها تأجر ناس يقتلوا ابوها وامها بحيث انها تضمن فكانها في المراس وانها تفضل مع دانيا طبعا دانيا بحكم ان هو اصلا ليه علاقة في المخدرات فكان يعرف ناس ساعدوها في الموضوع ده في اليوم اللي هيكرر ان هما ينفزوا فيه العملية كان اليوم عادي جدا والام كانت قاعدة تحت بتتفرج على التلفزيون والاب كان نايم فوق فجينيفر قررت انها تنزل تسلم على امها وتحضنها كأنها كانت بتوضحها الوضع الاخير فمش كأنها فعلا كانت بتوضحها الوضع الاخير فقامت فتحها الباب وقامت طلع قدتها ومديها الاشارة للحرمية بانها تيفل نور قدتها وتفتحه كزا مرة الحرمية طبعا شافوا الاشارة ودخلوا امو اخدين امها ومنزلينها تحت وامو طالعين لابوها ومنزلينه تحت وربطين جينيفر في السلم وامو جايبين ابوها ونزلوا واقتلوهم وطبعا عما بان ما الحرمية مشوا جينيفر قررت انها تطلع موبايلها واتكلم التوارق لغاية ما حصلت الصدمة وهو كان خبرين خبر حلو وخبر وحش خبر حلو للأب ان هو كان عايش وخبر وحش لجينيفر ان هو برضو كان عايش وجينيفر قررت انها تكذب للمرة الاخيرة وتقول انها ما كانتش تعرفهم لغاية ما تقب فعلا فاق واعترف بكل حاجة وقال لهم ان هما كانوا بيعاملوا جينيفر كأنهم يعرفوها قبل كده وطبعا بعد شوية تحقيق اكتشفوا ان جينيفر كانت تعرف القتلة وجينيفر اعترفت واتحبست لمدة خمسة وتلاتين سنة الفين وخمستاشر والسوا ده كان فيديو النهاردة لو عارضة ان تساشت دوست لها تشترك في كناة فالجارس تنبيهات تابعينا على كل مواقع السوشيال ميديا للينك تحتها في تسكيبشن كان معكم عامر والسلام عليكم اشتركوا في القناة